في قلب المدينة المنورة حيث السماء تمس الأرض ولد أول بيت للإسلام بعد هجرة مباركة بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وأصحابه مسجداً يعانق السحابة بعشرة دنانير اشترى أرضاً مربد من غلامين يتيمين ليؤسس مسجداً بعيداً عن مجرد كونه مكاناً للصلاة بل هو قلب يثرب النابض وروحها الأبدية بني على أرض ببساحة ألف وستين متراً مربعاً وكان له ثلاثة أبواب تشهد على التاريخ مع كل أذان تروي جدرانه قصص الأنصار والمهاجرين وتعكس صدى اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة من توسعات عمر وعثمان رضي الله عنهما مروراً بيد الوليد بن عبد الملك إلى العباسيين والعثمانيين كل حجر يحكي قصة كل آذان يرتقي إلى السماء يحكي عظمة الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر